سميت حرب الفجار بذلك لأنها وقعت في الشهر الحرام في البلد الحرام والقتال في البلد الحرام في الشهر الحرام كان عند العرب يعد فجورا قال ابن إسحاق هاجت حرب الفجار ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عشرين سنة وإنما سمي يوم الفجار بما استحل هزان الحيان بينهما من المحارم وهم كنانة وقيس عيلان وقال ابن هشام لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عشرة سنة أو خمس عشرة سنة فيما حدثني أبو عبيد النحوي عن أبي عمر بن العلاء قال هاجت حرب الفجار بين قريش ومن معها من كنانة وبين قيس عيلان قال وكان الذي هاجها أن عروة الرحال ابن عتبة ابن جعفر ابن كلاب ابن ربيعة ابن عامر ابن صعصعة ابن معاوية ابن بكر ابن هوازن أجار لطيمة للنعمان ابن المنزر يعني حماها واللطيمة هي الإبل التي تحمل البضاعة غير الطعام من عطور وملابس وغيرها من الأمتعة فقال له البراد بن قيس أحد بني ضمرة ابن بكر ابن عبد مناه بن كنانة أتجيرها على كنانة قال نعم وعلى الخلق فخرج فيها عروة ابن الرحال وخرج البراد يطلب غفلته حتى إذا كان بتي من زي طلال بالعالية غفل عروة فوسب عليه البراد فقتله في الشهر الحرام فلذلك سمي الفجار والله تعالى أعلم وأعلم فهذا ما أورده كتاب السير والتواريخ ترجمة نانسي قنقر